تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى من الحزن حتى أبكى الصحابة معه في موقف عجيب والموقف هذا حصل في منطقة بين مكة والمدينة فإش أبكى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة مواقف اللي حصلت في قصة اليوم عجيب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكب الماء على رأسه من شدة التعب وعمر بن الخطاب جر أبو سفيان من على راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قرر أبو سفيان أنه يدخل بين المسلمين براحلة النبي صلى الله عليه وسلم أو على راحلة النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه كبير جدا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يرفض أن يتكلم معه والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأنصار ويقول لهم ترون إلى أوباشي قريش وأتباعهم أحصدوهم حصده حتى توافوني بالصفة يعني الموضوع في حصد رقابة أقول لكم مواقف عجيبة حصلت في قصة اليوم حتى إن في قصة لخالد بن الوليد قتل عشرين رجل وحدة فقط حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لامى على هذه الفعلية كل هذا بنعرفه في الجزء الثالث من فتح مك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبيه وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالم هذا الجزء الثالث من قصة فتح مك إذا ما شفت الجزئين اللي قبل أتمنى أنك تروح تشوفها عشان تقدر تربط الأحداث مع بعض عشان نقدر نمشي مع بعض يعني بس قبل ما نبدأ قصة اليوم عندي لكم قصة حصلت زمان زمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لطفل يتيم الأب وعايش مع أمه فقط يعني أبوه مات قبل ما يولده حتى أكيد أنك تقول لي اشدخل هذه في القصة اليوم بس أتمنى أنك تسمعني إلينا الأخير هذا الطفل كان عايش مع أمه واللي تعتبر هي الأم والأب بنفس الوقت بالنسبة لها فكان هو وحيد أمه وأمه تحب حب شديد جدا حبها القوي هذا وصلها إلى درجة أنها كانت تشوفها الدنيا كعالي كانت العوائل في ذاك الزمان إذا تبقى أولادهم ينشؤون نشأة قوية وصلبة ويكتسبون قوة الشخصية والفراسة والفصاحة وسرعة البديهة كانوا يودونهم للبادية عند أحد العوائل فهناك كانت عوائل يعني فاتح بيوتهم كبيوت للرضاع فكانوا الحضر يودون أولادهم للبادية عند هذول الناس اللي يفاتحين بيوتهم للرضاع يعني والتالي عشان يكتسبون هذه المهارات اللي ما هي موجودة أصلا في القرية أو عند الحضر والأم هذه كانت عايشة بين الحضر وفعلا هذه اللي سوتها الأم مع ولدها أخذت ولدها وودتها لمرضعة في البادية والمرضعة هذه ترضعه وتربيه مع أولاده عشان يكتسب هذه المهارات اللي ما رح يكتسبها في القرية يعني أو عند الحضر وكان النظام عندهم يجري السنتين في البادية وبعدها يرجع لأمه ومن بعدها يرجع يعيش سنتين في البادية وهذا السيستم حقه لين حصل موقف عجيب لهذا الطفل الموقف هذا خوف هذه المرضعة إلى درجة أنها أخذت الولد وودت عند أمه وقالت لها الحقيقة ولدك هذا حصل لأ شيء عجيب وحكت لها السالفة كامل وقالت لها أنه والله بعد هذا الموقف خفت الحقيقة وجيت تعطيتك ولدك وما أبغى تخل في مشاكل زيادة وخلاص كذا كفاية فقالت لها الأم تمام بس أباك تعرفين إن ولدي هذا ما للشيطان عليه سبيل خلي هذا الشي في بالك شفت قد إيش الأم تشوف ولدها شي كبير كانت تحب حب شديد أقول لكم طبعا الطفل هذا كان عمره خمس سنوات يوم رجع الأم يعني باقي الطفل صغير يعني بس بعد سنة بالضبط ويوم كان عمر هذا الطفل ستة سنوات فقررت الأم إنها تزور أهلها فكانوا أهلها في منطقة بعيدة عن المنطقة اللي هي تعيش فيها والمنطقة هديك يحتاجي لها سفر لمدة طويلة وفي نفس الوقت كانت تبقى تعرف ولدها على أخوالها يتعرف على أخوالها ويعيش يعني زي أي طفل ثاني وفعلا لما تغراضها وقررت تسافر لهذه المنطقة البعيد وأخذت معها حاظنة حبشية وسافرت الأحر في يوم وصلوا شاهفت طفل أخوالها وانبسط وعاش زي أي طفل ثاني جلسوا هناك تقريبا شهر كامل يوم قرروا ويرجعوا أخذت الأم بيد ولدها وراحت به في منطقة غريبة وكانت هذه المنطقة فاضية وفيها قبر ومشت الأم وهي ما أخذ بيد ولدها هائلين وصلوا عند هذا القبر وقفوا عليه وقالت له شوف يا ولدي هذه المنطقة ترى تحت هذه المنطقة رجل ميت دفنوها الناس بالتراب وهذه المنطقة تسمى بالقبر جلس الطفل ناظر في القبر فقالت لها هذا الجسد الميت اللي تحت هذا التراب ترى شخص أنت تعرف هذا الشخص المدفون هنا هو أبوك هذا أبوك اللي تحت التراب فانصدم الطفل صدمة قوية ومفجر بالبكاء بكى الطفل بكاء شديد جدا من الحزن أول صدمة لها في الحياة فبكى حتى أبكى أمه معاه فحضنتها الأم وجالسوا يبكون في هذه المنطقة الولد يبكي والأم تبكي والأم تحاول تهدي الولد فجالست الأم تهديه إليم بدل الطفل يهدى شوي شوي في حضن أمه والأم تحبس دموعها داخل عيونها فقالت لها الأم خلاص لازم تعرف بأن هذا القبر هو قبر أبوك ولا بد أنك تتخبل هذا الشيء وتكون من الآن شخصية قوية أنا قلت لك هذا الشيء عشان تتعلم أن الحياة صعبة ومليئة بالأحزان تناظر الطفل في عيون أمه وأخذ نفس قوي وهدي بعد هذا الموقف أخذت الأم أغراضها وقررت أنهم يرجعون لدياره فعلا سافروا بس وهم في طريق سفرهم إلا بالأم تمرض مرض شديد جدا فكان من شدة المرض يغمى عليها يغمى عليها في الطيح تجي الحاضنة وتشل الأم وتمسع على وجهها وترش عليها شوية موية فتصح الأم وتسأل عن ولدها خايفة على ولدها فما هي هدى نفسها إلا إذا حضنت ولدها والمرض كان متمكن منها لدرجة قوية بس في مرة من المرات طاحت الأم قدام ولدها شالتها الحاضنة بس كان جسدها ثقيل وبارد فبدأت الحاضنة تهزها وترشها وتمسع عليها موية تحاول أنها تصحيها لكن كانت هديك آخر أنفاس للأم ماتت الأم بس ماتت قدام ولدها سألت طفل الحاضنة عن أمه ونظرت فيه الحاضنة وقالت لها أمك ماتت أمك مرضت وماتت هنا انهار الطفل وبدأ يبكي بكاء شديد جدا حتى إن الحاضنة ما قدرت تتحمل وبكت معه وصارت الحاضنة ما تعرفش اللي تسويها الحين فقامت تهديه تحضنه وتحديه وتحاول تعوضه يعني في اللحظة هذه والطفل ينادي أمه ويبقى قالت له لازم لحين تساعدني أن نحفر القبر وندفن أمك طفل دوبة أصلا عرف إش هو القبر وأول ما عرف القبر عرف بأنه قبر أبوه والآن يحفر قبر أمك عرف هذا الطفل بأن أمك يكون مصيرها زي أبوه تحت الترام بس قام الطفل هذا وساعد الحاضنة وهو يبكي ويحاول ما يناظر في جسد أمك اللي كان خالي من الروح في يوم خلصوا حفر القبر اللي انتلى من دموع الطفل قامت الحاضنة تجر جسد الأم حتى طاه في القبر وبدأت تردم القبر حتى واسطها بالآخر قامت وأخذت بيد الطفل عشان يرجعون لدياره لكن ناظر الطفل في القبر وقال ما نريد نروح من دون أمي الكلمة هذه أبكت الحاضنة لأنها تعرف أن الطفل هذا المسكين عايش بموقف الكبير ما يقدر يتحمل فكيف لك بهذه الروح الصغيرة قال أمي ما نقدر نخلي أمي في هذا المكان الفاضي لازم نأخذها ونرجع للبيت مع بعض لكن جلست الحاضنة بدموعها تفهم الطفل هذا بأن أمه مي بحية وأن الأمر خلاص كذا انتهت حياة أمه فرجعوا لديارهم وهو وحيد من دون أب ولا أم أنا متأكد أنك عرفت من هو هذا الطفل الطفل الصغير هذا اللي عمره ست سنوات فقط هو خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهذه قصة عند وفاة أمه آمنة والمكان اللي دفنت فيه الأم هي منطقة تسمى بالأبو أما الحاضنة اللي كانت معها فكانت أم أيمن الحبشية يامنا عرفنا هذه القصة فضرك شي تاكله ولا تنسى تابعني في كل السوشيال ميدي اكتب أنه ساكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطرع لك من دوم نطول بسم الله نبدأ توسط الجيش الطريق بين البدينة ومكان كل اللي في الجيش يعتقدون أنهم متوجهين لإظهار معد بعض الصحابة اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم وبما أن هذه المعركة كانت في رمضان وكل الصحابة كانوا صايمين وكان الصوم في السفر صعب جدا جدا كان مرهق بشكل كبير جدا بس يوم وصلوا لمنطقة اسمها الأبواء وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصل لها ركعتين وجلس كده فجأة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الحزن والصحابة ينظروا في التفاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وعيونه مليانة دموعه وكان يبكي بحزن وقال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي ما لك يا رسول الله شفيك تبكي يا رسول الله في رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأدل فدمعت عيناي رحمة لها من النار الله سبحانه وتعالى منع من أنه يترحم على أمه أم النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنجبت خير من مشى على الأرض والآن يجادلون في بعض الممثلين والممثلات النصارى والملاحدة فإنهم يترحمون عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعى الله سبحانه وتعالى واستأذن في أنه يزور قبر أمه فسمح لها الله سبحانه وتعالى أنه يزور قبرها فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومشى إلي نوصل لقبرها وجلس عنده موقفت عيونه من البكاء حتى أبكى الصحابة اللي حولها من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الصحابة فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا أكثر من يومين من شدة الحزن بعد هذا الموقف الصعب اللي حصل للصحابة واللنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمعدة فاضحة من الجوع كانوا صائمين وبعد هذا الحزن والمشقة اللي حصلت لهم استمروا في المشي للجهاد في سبيل الله على ما فيهم من الجوع والعطش في يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم مشقة الصحابة في السفر والصوم أمرهم بأنهم يفطرون قال لهم افطر الله أحل لكم الفطر الأحد فأفطروا البعض وبعضهم ما أفطر اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنافسة على الخير قالوا لا حن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن ما كان عليهم شيء لأفطروا بس من باب المنافسة وما كان ودهم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الوحدة بس النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من باقي الصحابة الله أعطاه قوة مو عند البقية مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكو بالماء على رأسه من شدة التعب بس الصحابة صاملوا اسمها نبيق العقابة اسيما وصلوها إلا برجلين وشابة يقابلون جيوش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لوحدهم كان أمرهم غامض كان واحد فيهم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه كبير جدا في يوم قربوا للجيش قالوا أين رسول الله حنا نبغى رسول الله فمسكوهم ودوهم للنبي صلى الله عليه وسلم بس أول ما شافهم النبي تغيرت ملامح تغيرت ملامحها للغضب وفجأة كذا قام وتجاهلهم طبعا لهم قصة طويلة جدا وعجيب والحقيقة ما يمدينا نذكرها الحين لأنها بنخرج عن الموضوع لكن بإذن الله بنقصها في مقطع مختلف واللي مرة متحمس يبغي يسمع عشية القصة هذه بإذن الله رح نزلها في السناب فمجرد ما تشوف هذا المقطع إن شاء الله بتلقي السنابات في السناب أنا كروح تابعها ونبصر ورح تنزل بإذن الله في مقطع مختلف تماما لنقصتهم عجيبة ألمهم بعد اللي صار هذا كله شاف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الصحابة تعبانين من الجوع ومن العطش فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإناء في يوم جابوا لها الإناء قام أمام الصحابة كلهم وأخذ الإناء وشربه أمامهم كلهم أعلن أنها أفطر أمام الجميع عشان الجميع يفطروا ويستشدون فأفطروا لأن خلاص الحين ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفئة فإتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى فكملوا الجيوش والحين صار الوضع أحسن بكثير لأنهم صاروا مفطرين بس يوم وصل الجيوش لمنطقة اسمها الجحفة إلا برجل ثاني يقابل جيوش النبي صلى الله عليه وسلم بس هذا الرجل كان عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب كانوا هو وأهله وحلاله كل ما يملك معه في يوم قابلهم العباس إن صدقوا وين رايحين ما كان يعرف إشي السالفة لأنها الخبر كان خفية وكان العباس يبغي يهاجر للمدينة أصلا أسلم ويبغي يهاجر في يوم شافه النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرح شديد وعظيم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العباس حب شديد فطاب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الله سبحانه وتعالى يوسيه بعد حزنه اللي حصل له قبله وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر حتى النبي بأنها آخر المهاجر وما فيه هجرة بعد العباس أبد فسبحان الله بعد الجوع والتعب والحزن اللي حصل لهم الله سبحانه وتعالى كافأهم بترخيص لهم في الصيام وبأن العباس بن عبد المطلب يرسم الابتسامة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حل الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يشعلون النيران عشان يتدفون ويطبخون وينبسطون يعني فأشعلوا الصحابة النيران في هذاك الوادي حتى أصبح المنظر مرعب لأنهم عشرة آلاح فصار الوادي مرعب فعلا بس كان فيه رجل يشوف هذا المنظر من بعيد كان يناظر في هذا المنظر المرعب وهم مشعلين النيران في يحكي العباس رضي الله عنه يقول كنت أسمع صوت رجل أعرفه أعرفه كويس بس الصوت هذا رجل من المشركين وهم المسلمين يقول فانطلق جهة هذا الصوت إلا هو فعلا بأبو سفيان أمامي أبو سفيان بن حرب سيد قريش يقول فأوقف وناديه يا أبا حنضلة وكان يلقب بأبو حنضلة لقب ثاني يعني فرد عليها أبو سفيان وقال العباس وجابك هنا أبو سفيان كان يعرف أن العباس معهم في قريش وجابه هنا بين المسلمين فرد العباس وقال أنا مع رسول الله يا أبا سفيان والله ما أرى صباحا إلا في قريش جايكم جايكم بالسيف وبشرك ترمع عشر آلاف قال أبو سفيان فما الحيلة وش نسوي قال العباس خل الحيلة هالحين وش اللي بنسويه بعدين هالحين لو يشوفك النبي صلى الله عليه وسلم بيكتره أنت صاحي أنت شفني على راحلة محمد اركب معي خليني أمشي بك لرسول الله وأنت في وجهي لا تخاف يقول فركب أبو سفيان معاه وكنا نمشي بين النيران كل ما مرينا على قول نادوا علينا من أنتم في يوم يشوفون راحلة النبي وأنا فوقها يقولون عم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخافون لأمور طيبة يقول الخطة مشت إليه مرينا على نار عمر بن الخطاب فقام عمر بن الخطاب ووقف الراحلة وناظر فيه وناظر ورايها إلى أبو سفيان يقول فيه يمسك من ملابسه ويجر من على الراحلة فيه موقف مرعب طبعا عمر بن الخطاب كان طويل جدا حتى أنه يترك بالخيد رجوله تجر في الأرض كان عمر يجر أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه ويقول الحمد لله الذي مكننا منك من دون عقد ولا عهد تذكر في صلح الحديبي يم تفرد عضلاتك الحين جاي أنا وأنت أسحبك للنبي عمر بن الخطاب شديد جدا يقول الحباس فعرفت أنه يبغى يستأذن النبي في قتلها لأن عمر ما عنده وقت يقول فأركض بسرعة براحلة النبي حتى قدفت نفسه في خيمة النبي أبغى أجيره قبل ما يدخل ليستأذنه في قتلها يقول إلا بعمر يدخل ويقول يا رسول الله هذا أبو سفيان اسمح لي في رأسه يقول فأقول يا رسول الله قد أجرته يا رسول الله أنا من أول قد أجرته بناظر النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يقول العباس في بيت عندي أبو سفيان لليوم الثاني في يوم جاء صباح اليوم الثاني أخذت أبو سفيان وتوجهنا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم قابل أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو سفيان يا أبا سفيان ألم يألك أن تعلم أنه لا إله إلا الله قال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إلها غيره لأغنى عني شيئا يعني لو كان في إله غير الله فأنا أشهد فعلا بأن لا إله إلا الله فقال له النبي يا أبا سفيان ألم يا إلك أن تعلم أني رسول الله أخذ نفس أبو سفيان وقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا فالتفت العباس له وقال ويحك أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك هنا أبو سفيان ركب بدأت تهتز قال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله اتفت العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له في السر أن أبو سفيان يحب أنه يكون له شيء أو مفخر قدام قومه فحاول يا رسول الله أنك تجعل له شيء يكون له فخر أو شيء يواجه به قومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن بس باقي أبو سفيان في قلبه شيء ما كان مزبوط يعني تحس أنه إنجبر ما كان راضي وكان في نظراته عدم الرضايا بس ما هات فيه وقت لأن الجيش خلاص ما بقي إلا لشوية ويدخل مكة خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع العباس فوقف العباس وأبو سفيان يناظرون في الكتائب وهيت مرة أمام عيونه كان كل مرة يسأل العباس هذه كتيبة من فيقول قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان إليه مرة كتيبة كانوا مدججين بالحديد حتى سميت بالكتيبة الخضراء وكانوا زمان العرب يقولون عن السواد الخضراء فقال أبو سفيان من هذولا فرد عليك العباس وقال له هذا النبي مع المهاجرين والأنصار فناظر أبو سفيان بعين يعني حار وقال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة فقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم حظيم قال العباس ويحك إنها النبوة فرد أبو سفيان وقال نعم بس مات مالك نفسها أبو سفيان وانطلق لقريش فأول ما وصل مكة نادى بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم بهم فمن دخل دار أبي سفيان فهو آم فقامت عليه زوج تحين ومسكت لحيته وقالت اقتلوا هذا الحميد الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم يعني بالعامية اقتلوا هذا الدب اللي ما فيه خير قال لها أبو سفيان والله يا جاية تكجيوش لو ما سكدتي ودخلت بيتك الحين ما يردون راسك إلا من آخر قريش محمد جاي بجيش كبير فدخلي داري كنتي ساكد والتفت لقومه وقال ترى جايكم بجيش والله ما بتقدرون عليه وما تغني عنا دارك دارك يا الله تكفي اذنين تبقى قريش كلها تدخل دارك قال ومن أغلق عليه بابه وكف يده فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن شاردوا كلهم وكل واحد دخل بيته واندس يعني واللي دخل المسجد وجالس يناظر من وساحات المسجد والنبي في هذه اللحظات كان ينظم الجيش في منطقة تسمى ذي طيوة خلاص ناوي يدخل مكة وقسم الجيش عشان يدخلوا من جميع أنحاء مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها يوصل الجيش ويقول له لا تقاتلوا إلا من قاتلكم بس اللي يقاتلكم قاتلوا ونهاهم زي كل مرة عن قتل النساء والصبيان وقطع الأشجار وحدم البيوت أبدا وإلا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبع يعني لا يقتلون واحد مجروح ولا واحد فار يلحقونه وقال لهم إلا حشرة أشخاص اقتلوهم حتى لو كانوا متعلقين بأستار الكعبة وكان منها ذول العشرة وحشي اللي قتل حمزة رضي الله عنه قتلها في أحد ومنهم حتى هند بنت عتبة اللي هي زوجة أبو سوفيا وعيكرمها ابن أبي جهل وبعض المشركين اللي بنتكرمهم في الحلقات الجاية بإذن الله بس ما وقف الأمر هنا لأن قريش ما كانت بتستسلم كنا مو كلهم دخلوا ديارهم ففي مجموعة من قريش وبني بكر وهو ذيل قد جمعوا لهم جموع وكانوا مستعدين للهجوم وللقتال بس أول ما عرف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبو هريرة فيقول أبو هريرة فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فأصله وقول لبيك يا رسول الله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا الأنصار يعني نادل الأنصار فقط يقول فقوم وأنادي الأنصار يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يبغاكم تعالي يقول فتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى حوطوا عليه يعني صاروا يطوفون عليه من قوت الزحمة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون أوباشا قريش؟ قالوا نعم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصنا وقال لهم موعدكم الصفاة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في مجموعة من قريش تنوي الهجوم فلا أوصيكم بهم أباكم تحصدوهم لي مثل حصادكم للزروح يعني تحصدون روسهم كنكم تحصدون الزر وبكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهز لدخول مكة جهز النبي كل الكتائب وكانوا مستعدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش بأنها تتقدم إلى مكة بس ما تقدم النبي فدخلت الكتائب من كل جهات مكة حتى صارت جيوش الرسول صلى الله عليه وسلم محوطة بمكة كاملة فما يقدر أحد يخرج من مكة أبدا وتروح شمال بتلقى جيوش جنود بتلقى جيوش صار وضعهم اللي داخل مكة مزري بس النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحل لا تقاوم اللي بيدخل بيتها هو آمن اللي بيرمي السلاح هو آمن اللي بيدخل المسجد فهو آمن لكن في بعض الناس عنيد في يوم دخلت جيوش المسلمين كان كل الجهات ما حتقاوم إلا من جهة واحدة واللي كان يقودها خالد بن الوليد الجهة هذيك كانت الكتيبة يقودها خالد بن الوليد يقول خالد بن الوليد جينا نبغى ندخل مكة لابي صفوان بن أمية وعكرمها ابن أبي جهل وسهيل ابن عم كلهم قدامنا ومعهم مجموعة من قريش يعني كانوا مسوين جيش صغير كانوا واقفين بأسلحتهم ويعني في وجيههم أن ما رح تدخلون يا ما تدخلون يا رقابنا تروح طبعا هذا الكلام على لسانهم لكن قلوبهم ركيكة فتقدم خالد بن الوليد ومو معطيهم مساقة إذا بيمدون السلاح رقابهم بتروح وفعلا بدأوا المشركين يقاتلون المسلمين قام خالد بن الوليد وصل حتى وقاتلهم قتال شديد حتى إن قتل 20 رجل لوحده يوم شافوا المشركين أن الوضع زي كده بدأوا يتراجعون شي فشي وهم يتراجعون إلا ويسمعون أبو سفيان يصيح عليهم يصيح عليهم ويقول لهم من أغلق عليه الباب فهو آمن وش فيكم تقاتلون من أغلق عليه الباب فهو آمن بدأت الجيوش تسمع لأبو سفيان ويهربون للبيوت حتى إن البيوت تكدست بالبشر 20 واحد وغرفة واحدة نقود الخوف بس قتل من قريش مجموعة وقتلوا أمام عيون أبو سفيان في يوم شاف أبو سفيان هذا الموقف والجتث مرمى من قتلها قريش من طلق أبو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم وقالها وبيدة خضراء قريش يا محمد لا قريش بعد الآن قولها وهو مجهور يعني قلها بحسرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبو سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا حطيت شروط أنا قلت هذا الكلام كامل عشان يقومون يحاربون من بيرفع علينا السلاح بنقتر هذا هو دين الإسلام هو دين مذلة دين عز نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله قال أبو سفيان للنبي خالد بن الوليد قتل منا كثير يا رسول الله هو الوحدة قتل عشر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخالد بن الوليد فيهم جاء خالد بن الوليد لامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال قال خالد يا رسول الله هم من بدون القتال قاتلونا فقاتلناهم هم نقدر نجلس والله يا رسول الله إني كففت يدي ما استطعت الاب نبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكفون السلاح معاد خزاعة من بني بكر ليش خزاعة من بني بكر تتذكرونheadsوحوتهم عند ماء الوتير في ذك BLACK الليلة اللي حصلت فيها مذبحة ملحما سووا فيها فمنع النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة ما حد يقاتل فقط خزاعة تقتص من بني بكر وحطkillهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة بأنها تقاتل بني بكر إعلان صلاة العصر فقط عشان يطيب خاطر خزاعة من اللي حصل فانطلقوا خزاعة من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا كل حصل والرسول صلى الله عليه وسلم باقي ما دخل مكة بنفسه إيش كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي راح نعرفه في الحلقات الجاية اللين هنا وصلنا لنهاية جزء اليوم بإذن الله راح نذكر باقي الأحداث في الأجزاء القادمة إن شاء الله إذا وصلت اللين هنا صل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسى التابع كل السلاسل اللي موجودة على هذا القناع فيه ثلاثة سلاسل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوبول أشوفكم على خير وبتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر